اكد سعادة الدكتورة الشيخ عبدالله بن احمد اهل خليفة رئيس مجلس ومناء مركز البحرين الدراسات والاستراتيجيات والدولية والطاقة الدراسات على ان منتدى الدراسات الذي ينطلق غدا تحت عنوان قطر عراب الفوضى والازمات في الشرق الاوسط بمشاركة اكثر من 240 مشاركا من مختلف المجالات والقطاعات المعنية ومختلف الدول واكد انه يأتي في وقت بالغ الاهمية من حيث التطورات الراهنة على الساحة الاقليمية وتأثيراتها على المنطقة وقال ان المنطقة امام حالة فرز حقيقية لحماية الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب والرسالة في هذا الشأن واضحة بان امن المنطقة خط احمر ولا يمكن السماح لأي جهة العبث به كما اشار الى ان المنتدى الذي ينطلق في نسخته الاولى يتميز بكونه ذا طابع متفرد فهو يعبر اساسا عن هوية وعراقة البحرين وقيمها الانسانية الراقية كدولة محبة وداعية للسلام تتبنى سياسة ثابتة ومتوازنة كما ان البحرين تقدم انموذجا للاصلاح والحريات العامة وتنعم بدولة القانون والمؤسسات مشيرا الى ان المملكة هي منتقى الحوار والثقافات المتنوعة ولديها مقومات كثيرة انسانيا وثقافيا وتنمويا تؤهلها كمركز تفاهم وريادة اقليمي ويتم على استثمار مزايا مملكة البحرين ومقوماتها التنافسية كي تكون وجهة للاستثمار في المعرفة